اشتركوا في القناة بمحيط الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة وحرص أسريو على أن تكون الفقرة التأهيلية خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق والإجهاد خاصة مع رحلة الصفر الطويلة لا سيما وأن التدريبات أقيمت على ملعب مغطب النجيل الصناعي وهو نفس الملعب الذي سيقام عليه اللقاء وجهت اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكرة وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام أجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالبعثة اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سرار الجيبوتي غدا في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية المقررة على ملعب عزام مشهلا إلى أن لعب الزمالك قادرون على تحمل المسئولية متمنين لهم إذا أداء مباراة قوية والعودة بالفوز خصص الجهاز الفني فقرت تدريبات خاصة بالكرة خلال الميراني الختمي للتأقلم على أرضية الملعب المغطاب للجيل الصناعي وقام الجهاز الفني بتقسيب اللاعبين إلى عدة مجموعات ضموحية الملعب بشكل كامل لأداء تدريبات التمرير فيما بينهم وحرص المدير الفني أسوريو على أن تكون هذه الفقرة لعدة دقائق حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب وقام متحة عبدالهادي وأحمد مجدي بتحفيز اللاعبين خلال هذه الفقرة أدى حراس مرمن فريق محمد صبحي وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء تدريبات قوية على هامش الميران وركز محمد عبدالمنصف مدرب الحراس مع الثلاثي أفضل شكل مع التزديد من داخل وخارج منطقة الجزاء خاصة مع النجيل الصناعي بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات وقام محمد عبدالمنصف بالاجتماع بثلاث الحراس وطلبهم بالتركيز الشديد والعمل على أن يكون كل حارس منهم جاهز بأفضل شكل ممكن سواء فنيا أو بدنيا ومنح عبدالمنصف الثنائي الشاب عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء تعليمات فنية خاصة وطلبهم بأن يكونوا على أتم الاستعداد وفي قمة التركيز عقد صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق القميس الأزرق والشرط الأزرق في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح وفي نفس الوقت تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصول الزمالك على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تمزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك العميد أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات في بطولة قطر الدولية إليكم جدول مباريات سلة الزمالك في دور المجموعات جاء موعد مباريات الزمالك كالتالي في الجولة الأولى الزمالك والأهل الليبي في الجولة الثانية الزمالك والعرب الكويتي في الجولة الثالثة الأربع 27-9-2023 الزمالك وميركالو بواتس الفلبيني سقطت يد الزمالك أمام البنك الأهلي بنتيجة 26-27 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن مواجهات المصابقة المحلية قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك والبيرامدز في نصف نهائي كاس مصري يوم 8 نوفمبر المقبل بينما يواجه الأهل فريق إمبي يوم 4 أكتوبر يلتقي الزمالك مع أرطا سولار غدا السبت 16 سبتمبر ضمن منافسات زهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية وستقام في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب عزان في تنزانيا عقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة وتحدث أوسوريو ومعاونه متحة عبدالهادي وأحمد مجدي وفريدي هيريرا في العديد من الأمور الخططية والفنية استعدادا لمواجهة السبت وتم خلال هذه الجلسة مناقشة أمور فنية وأدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب ينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال اللقاء متحة عبدالهادي الجهاز الفني بقيادة أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النيجيل الصناعي الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال قول إيران في مصر على نفس نوعية الملعب بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهما مع هذا الأمر واختتم الجهاز الفني بقيادة أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكنفدرالية إبراهيم عبد الجواد اتقال إن فتوح وزيزو في شك إنهم بيتمرضوا وبيدعوا الإصابة للهروب من مباراة ألتا سولار بسبب مستحقتهم المالية المتأخرة وأضاف لكن الحقيقة إن فتوح مصاب بنسبة مليار في المية وفي تقرير طبي من الجهاز الفني للمنتخب بإنه مصاب بالتهاب في أسفل عضلات البطن وطبيب الزمالك تأكد من ذلك إبراهيم عبد الجواد أما مما يخص إصابة زيزو فهو عبارة عن كادمة كان يقتب يتحامل عليها ويلعب مباراة ألتا سولار لكن الجهاز الفني والطبي فضل إراحته تجنبا لتفاقم الإصابة واختتم وهذا لا ينفي ضيق شديد عند زيزو لأنه حاسس إن 50% من مستحقاته اللي حصل عليها غير كافية لإنه تغاضى عن عرض كبير من أحد الأندية السعودية وكان المفروض يحصل على مستحقاته كاملة رؤوف جاسر عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أعجبتني هذه الصورة التي تجمع المتنافسين على منصب نائب رئيس النادي هشام نصر وهاني العتال وأشار صورة جميلة تذكرني بأيام الزمالك المحترمة حين كان المهندس حسن حلمي والمهندس حسن عامر يتنفسان على الرئاسة بينما يجلسان معا يشربان القهوة ويتبادلان الحديث بلا حساسيات رؤوف جاسر أتمنى أن يطبق الاثنان هذه الروح الرياضية العالية في خططهم الانتخابية فمن حق كل منهما أن يعدد مزايا بالنسبة للآخر وكيف سيكون أقدر من الآخر على القيام بمهام النائب وإدارة المكتب التنفيذي بدون التجريح الشخصي وبكل الاحترام للمنافس كما تظهر هذه الثورة الجميلة وتابع أما عن اختياره فمع كل الاحترام لابن هاني العتال إلا أني أرى أن عدم توفيق هشام نصر بما له من خبرات إدارية كبيرة ونجاح معروف حققه في كل ما قام به وآخرها رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد أرى أن عدم توفيقه لقدر الله سيؤثر سلبيا على أداء مجلس الإدارة الذي عليه عبءا كبيرا لإخراج نادي الزمالك من مشاكله المستعصية كما أني أرى أن عدم توفيق هشام نصر الذي أرى أن فرص فوزه أعلى سيكون سبب وإهانة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اللهم موفقنا كأعضاء لنادي الزمالك لاختيار الأصلح والأقدر لإدارة نادينا أعرب شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عن سعادته بتواجد فريق الزمالك في دار السلام حاليا وأكد أن تواجد الزمالك أمر يسعد جميع أفراد الجالية هنا في تنزانيا بجانب فريق مودرني فيوتشر الممثل الثاني لمصر في البطولة وشدد على ثقته في قدرة فريق الزمالك على تخطي مباراة أرتا سولار والفوز في اللقاء مؤكدا أنه وجميع أفراد البعثة سيتواجدون خلال المباراة غدا سافير مصر في تنزانيا عدد كبير من أفراد الجالية المصرية في تنزانيا ستحضر غدا المباراة وتم التنصيق وترتيب هذا الأمر واختتم السفير المصري تصريحاته مشيرا إلى أن السفارة المصرية ستكون على تواصل دائم ومباشر مع بعثة الزمالك طوال تواجدها في تنزانيا لإزالة أي عراقيل ولتوفير كل سبل الراحة لكل أفراد البعثة حارس السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا على زيارة الميران الختامي للفريق بصحبة أحمد جمال سكرتي الثاني السفارة وحارس سفير مصر في تنزانيا على مصافحة الجهاز الفني للفريق ودار حديث بينه وبين متحة عبدالهادي المدرب العام للفريق ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس والدكتور محمد أسامى رئيس الجهاز الطبي وأكد لهم توفير كافة سبل الدعم للفريق لتحقيق الفوز على بطل جيبوتي وحارس شكبال قائد الفريق على تحية السفير موجها له الشكر على المجهود المبذول مع بعثة الفريق بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمال أتمنى الفقر أن تكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة متشكلين جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام